اهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستدامة والزكاء الاصطناعي وتأثير كل ده على السوق العقاري والنهاردة هنكمل كلامنا ونعرف ازاي الكطاع العقاري ممكن يساعد في موضوع الاستدامة وخفض الانبعاسات الكربونية مع ضفنا نهاردة استاذ احمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري مساء الخير يا فن اهلا بيك يا فن اولا اهلا بحضرتك معينا النهاردة اهلا بيك يا رانيا اهلا بيك لو احنا اتكلمنا عن خفض الانبعاسات الكربونية حارك شايف ان ازاي الكطاع العقاري ممكن يساعد في ده بدءا بس عايزو رحل حاجة مهمة ان الكطاع العقاري بيمثل 20% من الناتج المحلي دي اهميته و14% من القوى العاملة فحجمه كبير اوي يعني ده خمس الناتج المحلي وبيشاغل قوى عاملة حجمها كبير جدا فتأثيره كبير جدا والقطاع العقاري هو اكتر قطاع بيطلع انبعاسات كربونية او له تأثيرات وبقالنا فترة بنتكلم في الموضوع ده والحمد لله الوقت يبقى فيه جبيات كتير جدا في الموضوع ده والناس كتير جدا بتعمل محاولات كويسة جدا انها تقلل انبعاسات الكربونية زي مثلا اعادة التدوير اعادة تدوير المنتجات الاسمنتية في الطوب الاسمنتي اعادة تدوير المنتجات الخشبية في انتاج الخشب بنعيد تدوير حاجات كتير جدا النهاردة بقى فيه اسمنت جرين بيقلل الانبعاسات الكربونية بقى فيه حديد برضو بيقلل الانبعاسات وفيه شركة موجودة في مصر فيها هذه القدرة بقى فيه حاجات كتير جدا موجودة بتقلل الانبعاسات الكربونية وبتساعد على انتاج حاجة مميزة تخفض بها الانبعاسات الكربونية هو مش بس انبعاسات كربونية عشان تبقي بيئة مستدامة لا فيه حاجات تانية مهمة جدا زي الطاقة وحلول الطاقة توفير الطاقة ده مهم جدا ده نوع من أنواع الاستدامة يعني مثلا النهار ده لو بتستخدمي نوع من الإزاز اسمه لو إي جلاس ده اللي بيستخدموه حيث لو ضربتي نار فيه من بره وحضرتك حطيتي إيديكي جوه هتلاقي سائع الإزاز سائع فده بيقدي إلى إيه الحمل بتاع التكييف اللي بيستخدم بيقل حوالي 25% وده أكبر استهلاك للكهرباء فده مهم جدا طب ده مهم نيجي ناخده في إيه تانية النقطة المهمة في التكلفة بتاعة الصيانة اللي بيسموها رانين كوست في أي حتة بتقل فبقى النهار ده كمان واستخدام بقى المية الجري ووتر الجري ووتر اللي هي المية اللي حاجة بتخسلي بيها ديكي بتعملي بتاع ده نقدر نستخدمها في الرأي في الزراعة فده إعادة لاستخدام تدين استخدام الحاجة نفسها دي ميزات مهمة جدا زي وفي حاجات تانية طبعا التكنولوجيا قدت لحقيقتي جدا تخفض الطاقة واستخدامها وتعبر يعني إيه وتخلي الاستدامة تبقى مستمرة زي مثلا السنسور الحساس وانت ماشي الإضاءة تولع في بعض أماكن مش لازم تبقى الإضاءة موجودة على طول طب في حاجة مهمة جدا الناس تخدش بقى لا الارتفاعات نفسها بتخلي لما بتعملي مثلا ارتفاع في الإداري 4 متر أو مثلا في التجاري 6 متر الميزة إن الإضاءة بتبقى موجودة فترة طويلة دي لقى في العالم كله إنها بتساعد كمان على الإنتاجية غير إنها موفرة للطاقة إن أنت ما بتولعيش نور بتساعد على ذات إنتاجة الموظف بتعرف الموظف لما يقعد يشتغل ويلاقي إن فيه نور موجود بشكل قوي طول النهار دي مهمة جدا فالاستدامة دي النهار ده في مصر بقت عنصر مهم تاني حاجة مهمة جدا في القصة دي إن محدش بعد فترة وقريبة جدا مش هيعرف يصدر حاجة إلا إذا كانت جيرين وسستانبل يعني فيها استدامة لأن ده توجه عالمي ده توجه عالمي صحيح وفي مصر فيه رؤية في لغاية 2030 هتلاقي كلها رؤية 2030 إن هي كلها الرؤية بتعبر عن الاستدامة والبناء الأخضر والجيرين عمتا في كل حاجة سواء في إنتاج في مصانع في غيره في محلات وبعدين هتلاقي حاجة مهمة إن محدش هيجي يشتري منك عقار إلا إذا كان جيرين فعلا لو إحنا تكلمنا عن تصدير العقار للخارج لازم نربطه النهاردة في مصر بالاستدامة ده مهم قوي لأن بعد فترة خلي بالك النهاردة اللي بيحصل إيه حضرتك إن حضرتك النهاردة العالم كله محدش بيدعم لطاقة يعني ولا مية ولا أي نوع من الحاجات دي فاللي جاي كله مش المفروض يبقى فيه دعم مش هيبقى فيه دعم للحاجات دي فبما إن مش هيبقى فيه دعم للحاجات دي فتكلفة الحاجات دي هتبقى عالية جدا فعندهم في أوروبا التكلفة بقت عالية جدا فالنهاردة الجيرين أو الاستدامة أو إن إحنا نعمل بيوت بالشكل ده هتخلي إن تكلفة الرانين كوست قليلة نتيجة إن حمل أكبر حمل موجودة هو حمل التكييف لما بتعملوا له موضوع الإزاز اللو إي جلاس بيقل الاستهلاك بيقل الاستهلاك فبيقل الاستهلاك لإيه الكهرباء طب كمان المية لما بتعيدي حالك تدويرها وبتشغلي بيها الجنان اللي موجودة وبتروي بيها الزعر ده برضو بيقل الاستهلاك لما تستخدمي مواد كلها خلي باكل عشان تحولي نفسك لجرين التكلفة تبقى من 6-8% من 6-8% زيادة لكن العائد بتاحها إن قيمة العقار نفسه أو الزيادة الرأس مالية في العقار قمته بتزيد أكتر كمان من أي عقار تاني مش مستدهن يعني تكلفته مش كبيرة تكلفته مش كبيرة قوي ولكن الميزة إن العوائد بتاعته أو تكلفة الصيانة أو التكلفة السنوية اللي مستمرة بتبقى أقل قد تصل إلى 40% في كل الحاجات اللي بتعملها فوانس وصلت للحتة دي أنت بقيته النهاردة قيمة العقار بتاعتك بتبقى أزيد وأحسن فالناس كلها هتدار على العقار اللي إيه اللي ما تتفعش فيه كهرباء زيادة ما تتفعش فيه ماء زيادة ما تتفعش فيه صيانة زيادة أنا بكلمك هنا إيه طب لو بنتكلم إن مكان تجاري إداري عنده حتتين بيدفعه بيدفع جوه مكتبه وبيدفع كمان اللي بره اللي هي الخدمة سيرويت شارج على المكان كله هيلقي اللي بيدفعه جوه قليل واللي بره قليل طب إحنا يا فندم بنتكلم كتير قوي على تصدير العقار ولكن هو محققش يعني لحد النهاردة أرقام كبيرة أو الأرقام يعني اللي احنا بنحلم بيها ده ليه طب هقول لحضرتك هو أولا معظم الشركات عندها ناس بتشتري هتلاقي في أي حد بيبيع في مبيعاته فيه من 30% إلى 50% بيبيعها في الخارج بس بيبيعها الجزء من العاملين في الخارج وجزء قليل بيبقى أجانب وفيه بعض أماكن زي العاصمة مشهورة بناس معينة بتشتري فيها من الخارج من اللي بره مصر من الخارج وفي التجمع فيه ناس مشهور برضو أو يعني بلاد معينة من ناس معينة هي اللي بتشتري فيها فلا فيه نسبة بس إحنا عايزين التصدير اللي هو كمان بغرض الاستثمار إحنا عندنا المطور لازم يعمل حاجة يكون الأجنبي عايزها زي إيه زي الشواء الفندقية المخدومة دي بوقت مهمة جدا بس إحنا ما عندناش الرقم الكبير يعني من سنة هي شواء جاهزة وفيها شركة إدارة برافو عليك خمسة وارمعين ألف كانت عمل من من سنتين فاتوا ابتدى النهاردة يظهر مطورين كتير جدا بيعملوا موضوع الشواء والفندقية المجهزة دي مهمة جدا لأن دي اللي تجذب أي حد من بره ييجي ليه واحد هو النهاردة مش هيجي يفرشها لازم تبقى متشطابة ولا هيفرشها هو هيجي عشان لإما هيديها الحد هو العميل اللي في الخارج عايز كل حاجة جاهزة عايز كل حاجة جاهزة لإما حد يستثمرها له لإما حد يفتحها له وتبقى جاهزة ونظيفة لما هيجي يحب يقعد فيها صحيح فواحد المطور علي أن ينشئ حاجة مناسبة طب إحنا عندنا ميزة بقى موجودة لاحظناها في الفترة اللي فاتت مش طبعية الأوتسورسينج الأوتسورسينج بقى عبارة عن إيه إحنا النهاردة والنهاردة الشركات كلها بتيجي تفتح في مصر تشغل الناس جوه مصر لأنه أرخص ما يطلعوا برا ويشغلوا ويسكنوا فبيستفيدوا جو وأحسن فبيستفاد فيه صحيح تكلفة كهرباء ومية أقل وده كان هدفنا وده كان هدفنا صحيح فمصر النهاردة هتصبح مركز إقليمي وأنا شايفها من شغلي النهاردة مصر ما شاء الله بقت مركز إقليمي كل الأوتسورسينج بيجي وبشوف شركات كبيرة جدا 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 بيفتحوا شركاتهم بيفتحوا شركاتهم هنا في مصر وبيخدموا كل شغلهم سأقف السعودية أو في بلاد تانية صحيح ودي أنا أبسوط منها جدا ويمكن تلاقي إقبال كبير قوي على الوحدات الإدارية هل الأقبال ده هيزيد الفترة الجاية؟ أنا شايفه بيزيد بشكل مش طبيعي وشايف حاجة كمان بتحصل معظم الشركات اللي هي عندها مصري هنا الشركات الأجنبية بتحاول تعمل حاجة لطيفة جدا إنها بتحاول تستثمر في وحدات إدارية عشان تحافظ على قيمة قيمة الجنيه بتاعها يعني زي ما حاك شايفه إن معظم المبيعات اللي حاك كنت بتتكلمي عليها بسؤال المبيعات ده معظمه جاية عن طريق إن الناس بتعمل تحوط ضد التضخم وضد انخفاض سعر الصرف يعني المبيعات كتيرة قوي حصلة عشان هذا السبببين دول تحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه والتضخم العالي فكله بيجري يشتري إيه؟ عقار بس أحسن عقار مفيد إيه في الفترة دي هو العقار المدر للدخل اللي هو تقدري حيك تأجريه تجيب من عائد اللي هو سواء إداري أو تجاري أو شوقة فندقية دي مهمة جدا تحت إدارة صح الإداري بقى الميزة اللي فيه عليش يا رانيا المهمة قوي إنه مربوط في مصر بالفولين كارنسي بس بيدفع بالسعر المعادل بتاع البنك المركزي ده جرى العرف كده فيه التجاري لأ التجاري بتدفعي بالمصري بالمصري طيب خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا تاني مع حضرتك مشاهدينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة تانية حالي قوان نكملين مع حضرتكم مرة تانية مشاهدين وبنكمل كلامنا عن السوق العقاري مع ضفنا أستاذ أحمد عبدالله عوضو شعبة الاستثمار العقاري مساء الخير يا فاند مرة تانية أهلا بيك يا فاند حب أسمع رأي حضرتك ورؤيتك إيه للقطاع العقاري في الفترة الحالية طيب عشان أقولك رؤيتي لازم أحكي لك إيه اللي مر به قطاع العقاري في ظروف في الفترات اللي فاتت أول حاجة حقيقة عرفة الكورونا وكان فيه ضعف في سلاسل الإمداد وكان الموضوع صعب جدا والأسعار زادت وعند رجعت انخفضت زي ما شفنا البترول بقى ماينس والدنيا تلغبطت كتير وبعدها تضخم غير عادي كل البنوك المركزية زودت أسعار الفايدة عشان تحارب التضخم ما فيش حد يعني ما زودش وبعدين بعد كده فجئنا بحرب روسيا مع أوكرانيا اللي هو لقينا الحاجة غير جدا والتضخم كمل برضو صحيح زيادة وبعين الحرب اللي شغالة في غزة وبعدين المشاكل اللي بتحصل الجيوسياسية كل ده بيأثر على العالم بشكل عام بشكل عام المشاكل اللي بتحصل الجيوسياسية اللي موجودة في العالم كله والنهاردة البحر الأحمر بنشوف فيه مشاكل بتحصل هنا وهنا وهنا فالمشاكل دي قدت إلى أنه سلاسل الإمداد بقى فيها مشكلة ضعف الإنتاج في بعض مصانع الحاجة بتزيد عندنا فيه انخفاض قيمة الجنيه كل ده قدى أنه كل الناس بتدت تفكر إزاي تخفف من أو تعمل تحوط ضد انخفاض قيمة فلوسها فالتجه في الفترات اللي فاتت أنه أنسب وسيلة ليهم هي العقار يشتروا عقارات فلاقينا أن العقار عمل بومين جامد جداً وأرقام كبيرة جداً في البيع في السنة ومهما زاد سعره الناس برضو حابة أنها تحط فلوسها في العقارات شفنا أرقام كبيرة جداً ما شفناه منفترات طويلة وشفنا أرقام مبيعات كبيرة وبيع كتير ومش بس زيادة بقى في زيادة في الأمطار يمكن ما تعدلش الزيادة في الأرقام نتيجة ارتفاع قيمة المتر قوي فالأرقام نفسها بقت كبيرة جداً السنة اللي فاتت 700 مليار جنيه مبعات لعشرين شركة فقط لغير يعني رقم كويس بس ليه إيجابياته وليه سلبياته إيه الإيجابيات وإيه السلبيات الإيجابيات لو هو المطور حاسبها صح وحاسب تكلفته صح تكلفة البناء لأن تملي يعني العقارات عكس المصانع يعني المصنع بيشتري حكته وعرف تكلفته بيجي بيئة وهو بيبيئة هو عارف هو خسران ولا كسبان على حسب السوق وعلى حسب معطيات السوق لكن العقار أنت أصلاً بيتبيئي وبعدين لسه بتشوف تكلفتك صحيح فأحياناً ممكن التكلفة تطلع أعلى ما أنت تزيد أو أقل على حسب ظروف السوق لما كان طبيعي زمان لما كانش فيه كل العوامل دي كان الأرقام بتبقى محسوبة لكن النهاردة السوق بقى صعب وبالتالي المطور عليه حمل كبير قوي أنه يبتدي يقسم مشروعه ويبتدي يشوف يبتدي إزاي ويخطط زياداته تتعامل إزاي وبعدين يشوف تكلفته ماشية إزاي الدولة ساعدت في حاجات كويسة جداً قدت شوية تأسيلات حلوة قوي للمطورين للمطورين العقارين زي مثلاً هاديكي أمثلة زي زيادة المدة القصة 20% زي أنه الفايدة بقت 10% ده رقم طبعاً هايل زي قاعدة الحجوم بقت النهاردة زيرو ما بتدفعيش عليها فلوس زي حضرتك زودوا النسبة البنائية للمشروعات المتكاملة 10% والتجاري والإداري 5% فده نوع من أنواع التحوط اللي هو حضرتك أي حد بيشتغل في المشروع بيسيب في المشروع تمالي 20% بيتحوط فيهم ضد ارتفاع التكلفة أو ضد أي تغيرات بتحصل فهو كمان عمل لك حاجة مهمة قوي قال لك هيعتبر المشروع انتهى عند تنفيذ 80% من المشروع مش لازم 100% يعني كنا زمان لازم أخلص المشروع بالكامل أو 95% أو 90% خلى 80% وكنت عايز تشتري مدة تاني كنت تشتري مدة تانية الموضوع ده وقف بقى عن 80% بيعتبر المشروع انتهى كل دي تسهيلات تسهيلات كويسة قوي بس لازم يحصل تمالي زيارة لهذه التسهيلات تاني تشوفي قال محتاجين أن احنا نمدها محتاجين أن احنا نطورها محتاجين أن احنا نكبرها ولا لا ده علشان السوق متغير دلوقتي بطريقة سريعة بالزبط فمحتاجين نتابعه على طول بالزبط الحاجة التانية الميزة السنة دي برضو السوق هيبقى بومنج لأن الناس ما قدامهاش أولا أنت عندك زيادة سكانية من 2.5 إلى 3 مليون واحد في السنة فده رقم كبير جدا فهيفضل طول عمره فيه طلب على العقار بلاس كمان أن حضرتك النهاردة الناس عشان تتحوط ضد أي تضخم أو انخفاض في أسعار صرف بيروحوا للعقار بيبتدي بقى يدور هو عايز عقار عشان يأجره عايز عقار شايف فيه أن الأرباح الرأسمالية هتبقى أكبر فبيبتدي يدور على العقار اللي هو عايزه اللي يناسب إمكانياته كإسته وكفلوس طب يا فندم يعني 700 مليار جنيه ما بيعاد ده رقم إيجابي ولا سلبي ده رقم إيجابي طبعا إيجابي 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 جدا كمان بس أنا بقول لحك لو أنت حزب حزبتك صح صح فأنت رقمت تمام طبعا وغير أنه إيجابي يعني مسؤولية على الشركات مسؤولية طبعا مسؤولية كبيرة غير بقى لما يخش معاك سندي كمان لو فعلت منظومة السندي العقارية دي مهمة جدا ولو فعلت كمان منظومة التصدير يبقى عندك جزء كبير من الاستثمارات بجيلك الفورين دايركت انفاسمن جاية عن طريق تصدير العقار وخلي بالك وجزء منهم يبقى جاي في السندي ده مهم جدا لأن انت النهاردة العائد بتاع السندي نتيجة ان انت عملت انه لو انت بتستثمري تمانين في المية من فلوس السندوق في حاجات عقارية تم وتمانين في المية من إراداته جاية من عوائد إيجارات بتبقى معفية من ضريبة الرأس ملايه من ضريبة التوزيعات أي ضرائب أخرى الحاجة الوحيدة اللي مش فهمها منها هي ضريبة العقارية فتخيالي دي بترفع العائد أكتر من الاربعين في المية ده رقم هايل مش هيلاقيه في أي بلد تانية يعني مصر أكتر بلد بتدي مكاسب مهم جدا يبكيها سندي بس بشارط استقرار أسعار الصرف كان في الفترة اللي فاتت مبادرة لتصدير العقار بدولار حدريك شايف ان المبادرة دي ممكن تساعدنا على ان احنا نجيب عملة صعبة من خير اه طبعا المبادرة دي تساعد بس هي المبادرة احنا اتنقشنا فيها بس لسه فيها شوية حاجات لازم هتتعدل عشان نقدر فعلا نمشيها صح وما كان المبادرة اللي متقدمة ان المبادرة دي تبقى زي ما حيك شفتي انه الراجل يجي يشتري العقار كاش بالفورين كرنسي بالدولار ويغيروا على السعر اللي موجود في البنك وبعدين ياخد تمانين في المية بعد عشر سنين ياخدهم بالمصري او بالفورين كرنسي وما حد يدوش وقال غالبا هياخدهم بالمصري مش هتشجع حد او ييجي لكن الا اذا كانت اسعار الصرف المستقر لكن اللي هتشجع الناس ان انت يجي انك انت او يعني الحاجة اللي احنا نفسنا نعملها انك تدي له خصم على انه بيدفع بالدولار ايو طب ايه انسب حاجة احنا ممكن نعملها هي انسب حاجة انه نبتدي ندي خصم على انه هو جاي يدفع بالدولار دي مهمة اوي دي يعني عشان نقدر نشجعه انه يجي ويعوض الفرق خصم من الدولة يا فندم ولا من الشركات عشان نعرف بس الفرق خصم من الشركات من الشركات العقرية من الشركات العقرية نتيجة انها تاخد جزء من هذا الدولار تستخدمه في استراض الحاجات ريكتو ميكانيكا اللي هي بتخصها يعني احنا الشركات دي مش عايزة تاخد الدولار عشان في الاخت تستفيد فيه اي حاجة لا هي تاخده جوه منظومة البنك وجوه المنظومة نفسها وتستخدمه بس فان هي تجيب حاجاتها فكده ما بتحملش الدولة باي حاجة اكسبوجر للدولة بالفورين كيرانسي يدايق الدولة في اي حاجة لا بالعكس هي هتستخدم الدولار اللي بيجي لها انها تجيب الأسانسرات تجيب التكييفات تجيب كل الحاجات الالكتو ميكانيكا او اي حاجة تخص لانه رقم بيبقى كبير جدا بدل ما تحمل الدولة تكلفة في القصة دي او تطلب حمل على البنك المركزي انها عايزة دولار عشان تستورد حاجة شايف الاقبال الفترة الجاية على العقارات هيكون كبير هيكون كبير الاسعار هتزيتها ايه انا شخصيا انا شايف الزيادة في يناير وفبراير شايفها وكده شكلها تبقى في عدود من 50% ل60% انا شايف زيادات اه اه زيادة الفترة الجاية اه انا شايف فيه زيادات غير الزيادات اللي كانت في اول شوعة انا شفنا ياه وفبراير اللي واحده كل الناس مزودة اكتر يعني فيه ناس زودة 30% صحيح فاعتقد لغاية اخر السنة هتبقى الدنيا برضو هتبقى فيه زيادات تانية نقدر نقول ان على اخر السنة هتزيد 100% لا انا بتكلم ان كله هيبقى يعني في حتة من 50% ل60% من 50% ل60% استاذ احمد نورتنا وانا بشكرك جدا على وجودك معنا الله يخليك يا فاندم متشكر قوي بشكرك شكرا جزيلا انا اللي بشكر حضرتك يا فاندم الف شكرا